من يقول بأن مواعيد دفع ملفات التأشيرة لفرنسا بموقع تيلس كونتاكت لا توجد فهو مخطئ ومن يقول أيضا بأن المواعيد إن وجدت قد تطول فهو مخطئ أيضا ها هي مواعيد الحصول على تأشيرة شينغان متوفرة وبكثرة لكن عبر موقع تجاري آخر مواعيد يمكن الحصول عليها في فترة لا تتعدى الأسبوع لكن بأسعار تتراوح بين الستة ألاف وعشرة ألاف دينار جزائرية معلومون أن الحصول على موعد من موقع تيلس كونتاكت يحتاج لبارد إلكتروني شخصي وكلمة سر لكن بالنسبة للمتاجرين في هذه المواعد فكل شيء يبدو سهلا ومخطط له بعناية اتصلنا ببعض الأشخاص ممن وضعوا إعلانات بيع مواعيد التأشيرة فكان ردهم على هذا النحو السلام عليكم السلام أخلقتكم دارين أنونس تاع رنديفو فيزا فرونس أعطي لي فهمني شوية برك كيف أشهد هذا الرنديفو هذا أنت عندك فيزا مقبض عندي عندك شعن عند عمليمات عندها عام عندها عام عندها عام لكن ما قمت بإدعاء ما تذكرت هنا؟ ماذا تدفع تشغله؟ جونís جونس جونس لا قلقتكم لا تحقق على جونس 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 أنا قام بإدعاء وأحضر نحن بإدعاء دامر، نحن بإدعاء يُفهم صحيح أن لكل واحد طريقته الخاصة في بيع موعد لدى تيلس كونتاكت لكن الهدف يبقى واحد مع اختلاف في الثمن لكي اخر يبقى لكي ألا وجد بأنك تأتداء التالي أحبب أن نعرف البيوتة أمون مرحب أن نعرف أيضا ما أحبب أن نعرف بأن البريت ما أحبب أن نتقوم بأن أخوة ١٠٠٠! نعم جغل جسر نعم سأوله نعم سيكون نعم سكتب نعم 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 لك حديث كثير رجى حول المتاجرة في مواعيد دفع ملف التأشيرة لفرنسا في وقتين ينتظر بعض الجزائريون حلاً لمشكلة المواعيد بسبب تعطلها على مستوى موقع تيلس كونتاكت